حرب باتت وشيكة ميدانها محافظة أبيا وعدا المحذر منها أو الملوح بها المجلس الانتقالي المتمرد على الحكومة الموقع معها اتفاقا سعوديا لإنهاء الحرب وإرساء السلام حيث لوح المجلس الانتقالي في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني باندلاع حرب بين الحزام الأمن المدعوم إماراتيا والقوات الحكومية في أبيا وقال المجلس في رسالته إن الأحداث الأخيرة تنذر بصعوبة تنفيذ اتفاق سياسي مستدام في إشارة لاتفاق الرياض متهما الحكومة بالتنسيق مع قوى لم يسمها وقال إنها تدعم الإرهاب اللافت أن الانتقالي المدعوم إماراتيا خاطب في رسالته المبعوث الأممية جريفث وسفراء مجلس الأمن لكنه لم يشر إلى الرياض التي ترعى اتفاقا سياسيا ووقع في نوفمبر الماضي وهو ما جعل مراقبين يرجحون وجود خلاف بين أبو ظبي والرياض حول ولاء قوات الحزام الأمن وطبيعة دورها القادم تلويح قوات الحزام الأمن بالحرب تزامن مع رفع منسوب الانتشار الأمن في عدن ووصول تعزيزات عسكرية إليها من مديرية المخاب التعز التي تقع في نطاق ميليشيا طارق التابعة للإمارات تعزيزات عسكرية مضادة للانتقال وصلت إلى أبيان تابعة لللواء الثالث حماية رئاسية ووفق مصادر محلية فإن جهود وساطة عسكرية بين الطرفين باءت بالفشل بعد اشتراط قيادات في الانتقال انسحاب قوات الحكومة من شقر الساحلية بالنسبة لمسؤولين في الحكومة فإن تلويح ميليشيا الانتقال بالحرب واستمرار تعزيزاتها العسكرية دليل نهائي على كونها قررت إفشال اتفاق الرياض بينما يرى مراقبون أن الإمارات لا تزال حاضرة في اليمن وتلعب بنار الحرب فيها من غرب البلاد إلى جنود